جميلة جدا. بي حقيقة فقط. يعني كرسات مهتمين بيها. بطولات استضافات. بالزبط. خلينا نروح لأبطالنا. تمام. وانا عارف لحاك عملت خطة. الحمد لله. الخطة دي بدأتها من ساعة بحاكة خطة موجود. بالزبط. وفيه كلام الكتب جواه الخطة دي. تمام. دكتور ايهاب امين النهاردة بيقول الخطة دي ماشية في اطار سلين. ولا وصلنا فين في الخطة؟ الحاكة دي بتاعة بيدك. الحمد لله احنا قدمنا خطة كاملة للجنة الولمبية وللوزارة الشباب والرياضة وكان فيه اجتماعات كتير حوالين اه تأهيل الولمبيات بالزيت. وكانت الوزارة اللي في خلال هذه الدورة الحقيقة اه كانت في اجتماعات كتير جدا لمناقشة اه اه التفاصيل بتاعة الخطة. وكانت تقريبا بتتناقش في بند بند. وايس. اه الحقيقة الخطة اللي احنا حطناها اه ان احنا ان شاء الله بازن الله نتأهل بعشر لعيبة. وده اللي خلى المسؤولين في جميع سواء في اللجنة الولمبية او في الوزارة. ان هم ما يتابعوا معنا هل فعلا هنقدر نتأهل برقم زي ده او بعدد زي ده. والحقيقة احنا اقدرنا الحمد لله ننفذ الخطة زي ما هي مكتوبة بالزبط. يعني احنا ما عملناش حاجة ازيد او اقل. لا احنا ماشيين بسيكنس اه منتظم. اه كل الاهداف اللي طلبناها حققناها. حتى النقط اللي كانت متسابة اختيارية او متسابة فيها نقط استعانة باجانب او او. كانت محطوطة ضمن الخطة في حالة ان انا اوصل للمستوى ده. هم. حبدأ استعين باجانب في الفرع ده. لو وصلت للليفل ده. في الفرع ده هستعين باجانب. وطبقا للخطة اتحطت والحمد لله نفذناها كاملة حتى الان. بكلم حاجة بصراحة خطة مصر ما تتعامل بتنفذش مئة في المية. بس انا اول مرة شوفت اتحايد في الرياضة بالذات. ينفذ خطته مية في المية. ليه انتجهت الى الجانب الروسي في الاختيارك للمداربة الروسية او المداربين الروسي. اه هقول لحضرتك. طبعا روسيا من الدول العملاقة في مجال الرياضة. اكيد. اه مش محتاجة ان احنا نزايد في هذا الموضوع. طبعا. فالحقيقة الخبرات الروسية احنا اتجربنا احنا يعني انا من ايام ما كنت لاعب وحكم ودربت فترة. طبعا. ومشيت في هذا الكارير واحتكينا جميع هذه الخبرات. احنا اقرب في السن الصغير عندنا في لعبة الجنباز احنا اقرب للمدرسة الصينية. بس اول ما اللعيبة عندك بتعدي الاثناشر سنة فاحنا اقرب للمدرسة الروسية بشكل قوي. المدرسة الروسية بتأثر فينا بشكل سريع جدا. اللعيبة عندنا بتستجيب بسرعة للشغل الروسي لان الشغل الروسي بيعتمد على تحمل اللاعب لزروف قاسية. واحنا الشعب المصري بطبيعة ان هو حمول. بنتعود على ده. فدي بتدي نتائج معنا سريعة جدا. احنا عندنا بروتوكول بيننا وبين الاتحاد الروسي وبين وبين اتحاد ازبجان وعملين كزا بروتوكول مع كزا اتحاد. اه والحقيقة احنا استعاننا بالجزء الروسي للاقاعي يمكن. اه والاتحاد الروسي ادينا اه المدربة بتاعتخب الناشئين هناك. هم. انها هتيجي تمسك فريق الجماعي عندنا. وبع واستضفنا معاها المنتخب الروسي للبنات. وده اول مرة في مصر. كمان. يجي منتخب روسيا يجي يعمل معسكر عندنا هنا في مصر. قعدوا شهر. شهر معي. شهر كامل مع البنات اللي احنا اخترناهم لتكوين لعادة تكوين فريق الجماعي. المعايشة لمدة شهر بعد ما الفريق الروسي ماشى. بقى الحمد لله الفريق المصري عندنا بدأ بقى بقى زي زي الفريق. قد استطبعوا ببعض. فكانت تجربة الحمد لله. مش تجربة هي يعني هي كانت الحمد لله قدت لنتيج كنا متوقعينها يعني.